أهلا بكم في قرات مثال أخبار وجولة جديدة من الأخبار النهاردة جايب منها لكم حول العالم وأهم الأحداث حوالينا اللي حصلت عشان نكون داريانين باللي بيحصل حوالينا وهنبدأ بأهم الأخبار الأول وبعد كده هننتقل بكذا خبر يعني معنا النهاردة للأسف في فائدانات النهاردة حصلت في الفلبين وكانت شديدة جدا قدت إلى مقتل 25 واحد وده رقم كبير جدا ده غير المفقودين واللي بيقولوا احتمال كبير جدا يكونوا ماتوا ده غير في عدد تانية احتمال برضو ان هما يوصلوا لدرجة الوفيات محدش عارف عنهم أي حاجة لسه من حوالي 7 ساعات خبر نازل على رشاة داي أو روسيا اليوم وأيضا جايبن لكم من موقع تاني اسمه الدستور بيتكلم عن الفائدانات اللي حصلت في الفلبين بيقولك وصلت لمتين فائدان في نفس البلد ميتين فائدان واخدين بالكم الرقم ميتين فائدان حصلين وانهيارات طينية اعلن مسؤولين اليوم السلساء عن مصر 25 شخص على الاقل بسبب الامطار الغزيرة الناجمة عن منخفض استوائي صيفي بمناطق وسط وجنوب الفلبين وقال قائد شرطة مدينة اسمها باي باي في مقاطعة لتي بوسط البلاد ان حوالي 22 قروي قتلوا اثر انهيارات ارضية باربع كرة في المدينة واضاف ان فيه ستة اشخاص اخرين في اعداد المفقودين بسبب الانهيارات الارضية وجارئ البحث عنهم وعلنت وكالة مواجهة الكوارث في مقاطعتي دفاو دي اورو ودفاو اوريانتل جنوب البلاد عن ثلاث حالات وفاة تانية مرتبطة بعواصف وقال مسؤولين ان ما يقرب من 200 فائدان وقعت في عدة مناطق بالمقاطعات الوسطى والجنوبية نهاية الاسبوع يعني مش بنتكلم عن 200 فائدان مثلا في السنة اللي فاتت او في الشهر اللي فات لا 200 فائدان حصلوا في نهاية الاسبوع ما ادى الى نزوح حوالي 30 الف اسرة نقل بعضها الى ملاجئ طريقة وانقذت عناصر بن خفر السواحل والشرطة ورجال اطفوق بعض القرويين في مناطق غمرتها المياه وحوصر بعضهما فوق اسطح منازلهم وفيه ناس بقت توصف بقى الموضوع عشان نبقى فاهمين الموضوع كان واصل ازاي في مواطنة اسمها هانا كالافيتان جاكول قالت بالامس كانت الامطار شديدة للغاية لم تتوقف لأكثر من 24 ساعة مديفة انها فرت مع اسرتها الفندق يوم الاثنين يعني مبارح بعد ما صحت لقت المنازل القريبة منها مغطاة بفيضان من الطين وتبعت هانا كنت ابكي لانني اعرف الاشخاص المدفونين هناك في الطين وكنت خايف ايضا لان هناك جبالا خلف منزلنا وكان خفر السواحل والشرطة الفلبينيين بانقاذ الناس من منازلهم في بلد اسمها ابيوج اللي غمرتها الفيضانات ونقلوا السكان على نقلات موضوع على قوارب عائمة والعاصفة الاستوائية اسمها ميجي المعروفة في الفلبين باسمها المحلي اجاتون هي هي اول عاصفة قبرى تضرب الدول المعرضة للكوارث هذا العام عاصفة شديدة جدا وفي انهيارات طينية مش مجرد عاصفة او بس في دانوت لكمان في انهيارات طينية لان الميا والامطار نزلة جامد على الجبال اللي حاولين المدن دي فمنزلة سيول طين فبتخش يعني هي اوحش من فادان المية بتخش على البلد من دول تغرقها في الطين وتدفنها في الطين يعني حاجة صعبة جدا بيقولك ان اللي حصل اغرق منازل غمر الحقول قطع الطرق انكتع في الطيار الكهرابي حاجة صعبة جدا الحمد لله على قد كده التقس بتاعنا ما بيوصلش للمرحلة دي تاني خبر معانا النهاردة عن استكمالا لاخر التعديلات اللي كانت نزلة عن موضوع الضرب اللي حصل النهاردة في امريكا او مترو انفاء بروكلين علق لسه من حوالي ساعتين تقريبا الرئيس الامريكي جو بايدن عن اللي حصل النهاردة وقال ان وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بيعملوا بشكل وثيق مع شرطة نيويورك لكشف ملابسات حادث اطلاق النار في محطة مترو بروكلين بولاية نيويورك الامريكية وحسبما نقلت قناة اكسترا نيوز اضاف بايدن نصلي من اجل مصابي حادث هجوم محطة بروكلين ونشكر قوات الشرطة والمطافي والاسعاف اللي ساعدوا في نقل المصابين وعلنت سلطات ولاية نيويورك الامريكية في وقت سابق ان حادث اطلاق النار في محطة بروكلين لغاية دلوقتي مش ارهابي اي ليل انه حادث فردي لانه مفيش اي جهة اعلنت مسئوليتها موضحة ان منفذ الحادث كل اللي يعرفوه انه هو رجل اسود وكان يرتدي قناع ضد الغاز واوضحت سلطات نيويورك في مؤتمر صحفي بعد حادثة اطلاق النار ان منفذ اطلاق النار مازال طليقا حتى الان وحصلت الهجوم لغاية دلوقتي وصلت لخمسة قتلى وستاشر مصاب منهم عشرة بالرصاص وستة اختناق بسبب الكمبيرتر غاز اللي هو ضربها الراجل في الاول الخبر التاني معانا وهي الجيش الامريكي يتسبب بكرسة بيئية في شرق سوريا الموضوع هو بيقول ان في مصادر في ريف الحسكة شمال شرق سوريا ان انصت الجيش الامريكي في استخراج النفط وحمية سرقته تسببت بتلوث بيئة خطير بدأ يهدد الاهالي والاراضي الزراعية ونقلت وكالة سبوتنك عن مصادر محلية ان عمليات استخراج النفط العشوائية في حقل اسمه تشرين النفطي في شرق مدينة الحسكة اللي بيسيطر عليه مسلحون مواليون الجيش الامريكي من سنة 2015 وطبعا ما بيعملوش اي اتخاذ للاجراءات السلامة العامة حصل ان في تلوث نفطي في احد منابع المياه العزبة في بلدة اسمها طابون وده المصدر الوحيد للمياه في المكان ده ولزراعة الاراضي وسائية المواشي اضافة للأسماك اللي بتعيش في النبع ده وصل التلوث النفطي لهذه المنابع واضافت ان سكان البلد والتجمعات والكرة التابعة لها يقفون على عتبة كرسة صحية نظرا للمخاطر المرتقبة اللي بتتركب على او تترتب على ارتفاع نسبة التلوث في الابار اللي هم بيعتمدوا عليها كمصدر لمياه الشرب ليهم والعائلتهم واشارت المصادر ان الاهالي بدأوا يلاحظوا تغيير في لون وطعم وريحة المية بتاعة نبع طابون وبعدها بدأوا يغضب لهم في ضرر واضح بقى على النباتات اللي بزرعوها وعلى الاراضي اللي جنبيهم وشافوا كمان الحامانات بتموت من المية اللي بتشرب من النبع المية ده اضافة للأسماك بدأت تموت اللي هي عايشة في البحيرة واكدت المصادر ان السبب في ده هو تصرب المواد السمة من حقلة الشرين النفطي عبر الشكوك والفجوات اللي في الارض ومنها طبعا المواد دي عبارة عن ايه مواد كيميائية زي الرصاص والكبريت ودي مواد مصنفة كمواد شديدة السمية واضافة المصادر ان مياه النبع اللي بتصب في بحيرة السد الجنوبي اسمه سد الشهيد باسل الاسد لو استمر الحالة على ما هو عليه فان الاسماك الموجودة في البحيرة مصرها الهلاك كما ان الابار اللي هم الفلاحين عاملينها الابار العادية جدا في المنطقة بدأت تعاني من نفس المشكلة والمواد المتسربة عالية السمية بتقتل النبات والحيوان حتى الانسان وبتحتوي على مواد مشاعة بتسبب السرطانات فدي حاجة صعبة جدا دلوقتي مشكلة كبيرة عايش فيها اهل سوريا والحقيقة فيه صور برضو هتلاقوها لو بحثتوا في الموضوع عن البحر او البحيرة دي صودة صودة من كتر ما التلوث موجود فيها فحرم عليهم بجد خبر تاني معنا النهاردة وهو الخوف او فيه احتمالية كبيرة جدا من تندلع انتفاضة فلسطينية جديدة والخبر نازل على البي بي سي البي بي سي نيوز بيقولوا ان اورادة صحف عربية تعليقات على خطط الحكومة الاسرائيلية بضم المستوطنات اليهودية وغور الاردن في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتزم تنفذها في الشهور اللي جاي يعني بيحاولوا كل شوية يقربوا ياخدوا من اراضي الفلسطينيين كل شوية يقربوا ياخدوا من اراضي الفلسطينيين وتعددت الزوايا التي تم تناول الموضوع من خلالها في الصحف ولكن ابرزت تحذير من انتفاضة فلسطينية ودعوة الالتفاف حول السلطة وتقييم لموقف الاردن من القضية وفي مقال بعنوان هل تشتعل فلسطين قريبا ردا على قرارات الضم والتهويد يتساءل نواف الزروة في صحيفة الرأي اليوم الالكترونية اللندنية اللي هيحصل وقال ممكن احتمال جبير جدا تشتعل فلسطين غضبا وانتفاضة ردا على كل اللي بيحصل وخصوصا مع كل شوية اسمع عن شهداء جداد وعن ضرب بيحصل ده غير طبعا اللي بيحصل في اسرائيل او تل قبيب ففي عدم استقرار حاصل في البلدين او ما تسمى باسرائيل دي ففي المشكلة ممكن ان بجد الايام اللي جاية يبقى في انتفاضة فلسطينية تالتة بسبب المشاكل اللي بتحصل حاليا ده برضو حاجة مهمة حبينا ان احنا نعرضها لحضراتكم اخر خبر معنا غريب شوية هو موجود في مصر خبر بيقول مصر بتسحب عينات من منتج شهير في الاسواق بيسبب مشاكل صحية قررت هيئة سلامة الغذاء في مصر لنسحب عينات من منتجات اندومي من الاسواق بعد تداول انباء بتشير الى مشاكل صحية بيسببها تناوله واكدت الهيئة انه تم ارسال عينات للمعامل المركزية للتأكد من سلامتها بعد تداول العديد من منشورات عبر مواقع التواصل بتشير الى ازمة بسبب المنتج واكد حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء ان الهيئة بتعمل بشكل دوري على سحب عينات من المنتجات الموجودة في السوق للتأكد من سلامتها وكانت المنشورات المتدولة زعمت وجود مشاكل صحية بتظهر على الاطفال بعد تناول لاندومي وان المواد الحافظة الموجودة فيها والنكهات فيها مشاكل وبتسبب ازمة صحية واتهم عدد كبير من الدكاترة الاندومي بانه سبب رئيسي في زيادة الدهون عند الاطفال وبالتالي السمنة الضرة والحساسية وعدم القدرة على التركيز وقررت رئيس هيئة الهيئة القومية لسلامة الغذاء حسين منصور في تصريحات ان وفقا للقانون ينبغي محاسبة منتجات اندومي لانها بتبس اعلانات دون حصول على موافقة مؤكدا ضرورة مراجعة موقف منتجات اندومي مرة تانية وتسجيلها كاغذية خاصة لانها بتتضمن ادعاءات بقدرة المنتج على رفع المناعة وده مش صحيح مشيرة الى ان ما يقولوا اصحاب المنتج قد يكون صحيح او غير صحيح بس ده هيبين من ان هم يحاولوا يشوفوا المنتج عبارة عن ايه وفي مطلع العام الجاري كشفت فحوصات طبية رسمية عن اصابة 18 شخص في وقاعتين تسمم غزائي في محافظة سهاج وتم نقلهم الى مستشفى سهاج العام منهم تسع اشخاص من اسرة واحدة من مركز المنشية ونقل خمس اشخاص اخرين اليها بعد اصابتهم بتسمم غزائي اثر تناولهم وجبة طعام عبارة عن شعرية سريعة التحضير اللي هي اندومي بمعنى صح وفق تقارير صحفية بتحتوي الاندومي على مادة ايه 621 وهي مكتوبة على ظهر الكيس وبتسبب تسمم للمخ لانها اخطر محسنات الطعم ومن مخاطر المادة دي على المخ انها بتسبب تلف خلال مخ الغير قابلة للتجدد وبتسبب تراجع في الزاكرة وضعفها وتدهور كمان الكدرات العقلية المصدر الكاهرة 24 انصحكم بلاش تاكلوا منه خالص ولو عايزين تاكلوا منه كل واحد ولا اتنين لكن فيه ناس يا جماعة ادمان كل يوم ممكن تاكل منه ده غير انها متنطورة في المدارس بتاعتنا الاطفال في المدارس بقى دلوقتي ما شاء الله على الكنتين اتطور بقى فيه دلوقتي غلات ماسخنا وكبايات جاهزة بيحطوا الاندومي ده والتوابل على حسب النكلة اللي بيختارها الطالب ويحطوا له كمان مياه فيها وتفضل كل فياريت بدءا من المدارس ذات نفسها يمنعوا الاندومي ده اصلا ويمنعوا ان هو يبقى موجود ولو الناس بتحبوا كده لو تاكلوا مرة كل شهر مرة كل فترة مش هيدر لكن فيه ناس بتاكلوا يا جماعة كل يوم كل يوم صدقوني خصوصا الاطفال والشباب والناس اللي حب انها تاكل اكلة سريعة قبل ما تروح الشغل او فيه مشوار فحاجة بتتعمل بسرعة راحوا اكلين اندومي وفيه قرف مش اندومي بس فيه كذا مركة دلوقتي بقت موجودة في مصر او حتى موجودة في الدول العربية حين كان اللي هي الشعرية اللي هي الصيني دي اللي هي سريعة التحضير فياريت الناس تبطلها احسن كده انتحت جولتنا الاخبارية شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوه الاشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس اشتركوا في القناة